يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثالثة والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك مرحلة الظهور في صورتها الفائقة مرت العناوين في الحلقات المتقدمة القيادة الفائقة البرنامج الفائق الطبيعة الفائقة الرجال والنساء الفائقون التقنيات الفائقة الحياة الفائقة ووصلت معكم في الحديث إلى العنوان السابع في الحلقة الماضية وهو آخر العناوين منظومة العلاقات الفائقة وهذه العلاقات الفائقة تمثل روح مرحلة الظهور حينما تتجلى وتتكامل في صورتها الفائقة المونقة تاج الحديث مر علينا في الحلقة الماضية العلاقة مع الزهراء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إمام من أئمتنا أئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة سلسلة الإمامة الأم إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر الإمامة الثالث فيها فاطمة صلوات الله عليها فاطمة القيمة على ديننا فاطمة أمنا الدينية أمنا العقائدية وبالأصالة وبالأصالة لأن زوجات النبي أمهات المؤمنين ولكن بالعرض هذا المقام مقام عرضي يوصفن بهذا الوصف لانتسابهن لرسول الله إذا ما كفرت إحداهن خرجت من هذا الوصف إذا ما طلق النبي إحداهن خرجت من هذا الوصف لأن زوجات النبي ما هن بمعصومات احتمال الكفر وارد عليهن التي تخرج على إمام زمانها مثل ما فعلت عائشة في البصرة وبسببها سفكت الآلاف المؤلفة من الدماء فما هو عالوة ما هو شأنها ليس الحديث عن عائشة وعن مثيلاتها بالإجمال بالإجمال زوجات النبي أمهات المؤمنين عرضا بالعارض بينما فاطمة أم المؤمنين بالأصالة لأنها نفس محمد لأنها أم محمد هو الذي يقول من أنها أم أبيها فعينما تكون فاطمة أما لأبيها فإنها تكون أما لنا بالأصالة فاطمة روح محمد التي بين جنبيه هكذا يقول صلى الله عليه وآله ففاطمة أمنا الدينية أمنا العقائدية بالأصالة إنها أم المؤمنين حقيقة حقيقة وهذا المقام مقام ذاتي لها ليس مقام عرضيا لأنها تمثل محمدا تمثيلا ذاتيا هذه فاطمة التي فطمت العقول عن معرفتها فانظروا إلى سخافة علماء سقيفة بني ساعدة وهم يجرون المقارنات في الفضل فيما بين فاطمة وعائشة هذا موجود في كتبهم هذا موجود في كتبهم والبعض منهم يفضل عائشة على فاطمة في بعض الجهات في علمها مثلا أو في غير ذلك من حديث الترهات أمة غبية أمة غبية أمة الجعوش أمة الجعوش تتبع حميرة السقيفتين هذا هو الواقع هذا هو الواقع حدثتكم عن شأن فاطمة في عنوان الأمومة الربانية وتلك أمومة هي غير الأمومة التي أشرت إليها قبل قليل فاطمة أمنا الدينية أمنا العقائدية هذا الوصف وهذا الشأن فيه سمة بشرية لأنه يرتبط بنا ارتباطا مباشرا أما مقام الأمومة الربانية لفاطمة فذلك مقام آخر إنه المقام الذي حدثتنا آيات القرآن عنه في سورة الزخرف في سورة الدخان في سورة القدر ومر الكلام بهذا الخصوص لا أريد أن أعيده حاولوا أن تتدبروا في مضامين الحلقة الماضية سيعاد البرنامج سيعاد البرنامج بعد أن تكتمل حلقاته والحلقات تتوفر على الشبكة العنكبوتية تابعوها 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 وادرسوها وتمعنوا فيها هذه حقائق دين العترة الطاهرة إذا كنتم تريدون أن تكونوا على دين العترة الطاهرة الأمومة الربانية وثانيا القيمومة الإلهية فعلاقتنا بالزهراء تبتني على هذه الأسس فاتحة الكلام فإن الزهراء أمنا الدينية أمنا العقائدية ومثل ما قلت لكم هذه الأمومة فيها سمة بشرية لأنها ترتبط بنا ارتباطا مباشرا أما الأمومة الربانية فذلك شأن تكويني قبل أن يكون شأن تشريعيا فإن التشريع يأتي في حاشية التكوين والأمر هو هو في القيمومة الإلهية كونها قيمة على الدين هذا في حاشية قيمومتها الإلهية الدين دينها وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة كما في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وبحسب تفسيرهم لقرآنهم فإن الباقرة صلوات الله وسلامه عليه يقول القيمة فاطمة وذلك دين فاطمة فمن كان على دين العترة فهو فاطمي فهو زهرائي فهو فاطمي فهو زهرائي من هنا من هنا جاء الاشتقاق في قول زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أعتقد أن صورة صارت واضحة خصوصا إذا تذكرنا أن إمام زماننا يتخذها أسوة وجعلها عنوانا في أول رسالة في أول بيان يصدره عن مشروعه العظيم حينما أرسل رسوله إلى المسجد الحرام كي يبلغ الناس البيان الأول مضمون وروح البيان الأول في أول 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 وياته فاطمة صلوات الله عليها مثلما بيّنت ذلك لكم في الحلقة الماضية هذه هذه العلاقة الأولى عنواننا ليس بعيدا عن أذهانكم منظومة العلاقات الفائقة إنها علاقات وليست علاقة واحدة حديثنا أولا عن العلاقة مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وإني لأغبط نفسي وأغبطكم أن نتشارك في هذا الحديث في حديث عن أمنا العقائدية وعن أمنا الدينية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هنيئا لي وهنيئا لكم ونحن نتشارك في هذا الحديث ما بين متكلم ومنصت يسمع إلى أعذب الكلمات من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العلاقة الثانية إنها العلاقة مع إمام زماننا وحينما أقول العلاقة الثانية بحسب التسلسل في الحديث وإلا فلا يوجد تفريق بين علاقتنا بالزهراء وعلاقتنا بإمام زماننا لكن الكلام يحتاج إلى تبويب وترتيب فهذا الترتيب ترتيب اعتباري وليس حقيقيا علاقتنا مع الزهراء هي هي في عينها علاقتنا مع إمام زماننا وعلاقتنا مع إمام زماننا هي هي في عينها علاقتنا بالزهراء صلوات الله عليها لكن التسلسل أمر اعتباري لتنظيم البحث والكلام إذن بعد الحديث عن علاقتنا بالزهراء ينتقل الكلام إلى علاقتنا بإمام زماننا بغاية آمالنا بالحجة الإلهية المطلقة في كل طبقات هذا الوجود إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا الموضوع موضوع وحسع لكنني سأجعل له حدودا تقريبية الحد الأول إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنها الصفحة الرابعة والعشرون بعد المائتين من حديث طويل هو الحديث الأول في بابه عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حديث من أجمل الأحاديث في وصف أئمتنا بنحو عام وفي وصف إمام زماننا بنحو خاص الإمام الإمام في كل زمان وفي زماننا إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه الإمام الإمام السحاب الماطر أنا لا أجد وقتا كي أقف عند كل كلمة عند كل جملة إنما أعرض الموضوع عرضا إجماليا لأنني بصدد بيان حدود علاقتنا مع إمام زماننا وهي حدود تقريبية هكذا يكون اعتقادنا وتصورنا عن إمام زماننا وهكذا نتواصل معه أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور والظهور الإمام الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة قد تلاحظون أن المعاني متقابلة هذه مقامات الإمام هذه شؤون الإمام وكل مقام له خصائصه وكل شأن له حيثيته الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة إنما يقال للأرض من أنها بسيطة كي يكون الانتقال والتحرك والعمل والزراعة والبناء والصناعة كي تكون كل هذه الأمور سهلة يستطيع الإنسان أن يتعامل معها بسهولة كي ينتفع منها في شؤون حياته اليومية ما يرتبط منها بدينه أو ما يرتبط منها بدنياه الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت في الداهية النآت في الداهية العظيمة في البلية الكبيرة ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الحديث طويل طويل إلى أن يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره حتى يقوم أولئك الأعراب الذين لا يحسنون تنظيف أدبارهم حتى يقوم أولئك الأعراب الجهال الجفات الذين لا يمتلكون أدبا في التعامل مع رسول الله سورة الحجرات وهضحتهم رزية الخميس أوضح وأبيان أولئك الأعراب الجفات الوقحون القذرون الذين لا يحسنون تنظيف أدبارهم حتى يقومون باختيار الإمام الذي هو وجه الله أيهة أمة فاشلة هذه الأمة وأيهة أمة خبية هذه الأمة تترك أهل محمد وتتبع أولئك الذين يبولون على عقابهم فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات 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 ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألبباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أين وجه المقايسة بين بين آل محمد وبين تلك النماذج التي مهما جمعنا من الكلمات في وصف قبائحهم فإننا لن نستطيع أن نتحدث عن قبحهم إلى نزرا يسيرا فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله لو لم يكن عندنا في معرفة أئمتنا إلا هذه الكلمات فإنها تكفينا وتكفينا وتكفينا هذا هو الحد الأول من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكيف يوصف بكله وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره وقد عجزت عقولنا عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله صلوات الله وسلامه على قائم آل محمد نذهب إلى فاصل الحد الثاني من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله عليه إنها الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي أقتطف منها قليل كلمات تشير إلى الحد الثاني من حدود علاقتنا بقائم آل محمد إن كان ذلك في عصر الغيبة الآن أو كان ذلك في عصر الظهور إن وفقنا لذلك هكذا نخاطبهم عموما نخاطب محمدا وآل محمد عموما ونخاطب إمام زماننا خصوصا لأنه هو سيدنا وملاذنا وغاية آمالنا وهو قبلتنا الحقيقية وهو جوهر ديننا إنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ومقدمكم أمام طالبتي وإني مقدمك أمام كل شيء في حياتي يا ابن رسول الله ومقدمكم أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري إنني أقدمك يا بقية الله في كل شؤوني فأنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت الكل وأنت كل الكل وأنت كل كل الكل والعبارات قاصرة يا ابن رسول الله ومقدمكم ومقدمكم يا بقية الله أمام طالبتي وحوائجي لديني ولدنياي ولكل شؤوني ومقدمكم يا بقية الله أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري إنني لكم إنني لكم وليس لغيركم وكل ذلك بتوفيقكم وبحدود استطاعتي بقدر ما أتمكن وكل من لطفكم وبلطفكم وإلى لطفكم منكم أبدأ وإليكم أعود سادتي آل محمد إمام زماني ومقدمكم أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم كلي لكم مؤمن بسركم وإن لم أكن عارفا به إذن مؤمن بأسراركم وإن لم أكن مطلعا عليها مؤمن بها مسلم بها مستسلم لها والعبارات قاصرة يا بقية الله اللغة ضيقة ضيقة اللغة ضيقة إنني أشعر أن اللغة حينما أخاطبك زنزانة مظلمة يا ابن رسول الله تكبلني حروفها وتقيدني ألفاظها أغلالا وسلاسلة لا أستطيع الفرار منها ما يجيش في صدري وما يدور في عقلي لا أجد له ألفاظا ولا أتمكن من صياغته لكنني أجد عذري في أن أقرأ هذه النصوص ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وما هو بغائب أنا الذي أمام طلبتي غيبت نفسي عن عيوني غائبة عن النظر إلى كرامة وجهه إنه إمامنا القائم الشاهد الغائب والغائب الشاهد هو الشاهد من حيث هو وهو الغائب من حيث نحن مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم من دون نقاش من دون استفسار من دون سؤال من دون علامة استفهام أو علامة تعجب من دون نقطة أو فارزة أو 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 ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم بتوفيقكم إذا رجع الأمر إلي فإني خائب فإني خائب وحق تراب أقدامكم إني لخائب لكنني أستجدي التوفيق منكم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ورأيي لكم تبع رضوان الله تعالى على سلمان أتحدث عن سلمان المحمدي صلوات على سلمان سلام وتحيات على سلمان الحادثة التي سمعتم بها تعرفونها حينما كان يسير أمير المؤمنين ومعه سلمان وأبو ذر سأل أمير المؤمنين عن سلمان عن منزلته عن علاقته بمحمد وآل محمد عن علاقته بأمير المؤمنين نحن نتحدث عن علاقتنا بإمام زماننا أبو ذر يسأل الأمير عن منزلة سلمان عن حال سلمان أمير المؤمنين أمر أبو ذر أن يعود أدراجه كي يرصد آثار المسير رجع أبو ذر إلى الوراء كي يرصد آثار المسير فماذا وجد وجد آثار لرجلين إنها آثار أمير المؤمنين آثار الأقدام على الأرض كانوا يسيرون على أرض رملية هكذا وجد أبو ذر آثار أقدام أمير المؤمنين فهو يعرفها ووجد آثار أقدامه هو يعرف آثار أقدامه ولكن سلمان ليس له من آثار أقدام على الأرض هل يطير في الهواء ماذا يفعل سلمان فجاء أبو ذر متعجبا يا أمير المؤمنين لقد وجدت آثارا لرجلين لك ولي فأين آثار أقدام سلمان أمير المؤمنين قال لأبي ذر إن سلمان يضع أقدامه حيث أضع أقدامه تماهت آثار أقدامه مع آثار أقدام أمير المؤمنين حكاية رمزية ودلالة مليحة إنه تلويح تلويح عميق جدا الزيارة الجامعة الكبيرة تشير إلى هذا ورأيي لكم تبع إذا كان عندي من رأي فإني أخذته منكم ومع ذلك فإني أوظفه كي يكون تابعا لكم وأعتقد أن كل ذلك بتوفيقكم ورأيي لكم تبع رأيي بمقدماته ونتائجه منكم مأخوذ منكم ومع ومع كل ذلك فإنني أوظفه وأجعله في خدمتكم وفي طاعتكم وفي ساحة التسليم إليكم وأنا وأنا أعتقد في الوقت نفسه من أن كل ذلك بتوفيقكم وألطافكم ولولا لطفكم لما استطعت أن أدرك شيئا من كل هذا وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم لأن الدين ميت يا بقية الله السقيفتان اللعينتان ذبحت دينكم ذبحت دينكم السقيفة الطوسية هي الألعن هي الألعن ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة وهذه هي أيامهم هنا تتجلى ولايتهم في يوم القائم وفي يوم الرجعة وفي يوم القيامة الكبرى ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم فمعكم هذه المعية هي بلطفكم هي منكم وإليكم فمعكم معكم لا مع غيركم ولا بقيت ولا بقيت ولا بقيت لثانية لثانية لا أكون فيها معكم معكم ولا بقيت لثانية ولا لجزء من الثانية أن أكون مع غيركم بعقلي وقلبي ووجداني وفطرتي ومشاعري وأحاسيسي وخلجاتي النفسية فمعكم معكم آل محمد لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم تستمر الزيارة الشريفة أمير المؤمنين وضع لنا قوانين الصداقة والعداوة فماذا قال لنا قال لنا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أصدقاؤك أصدقاؤك صديقك صديقك الذي تعرفه صديقك المباشر صديقك وصديق صديقك وعدو وعدو هؤلاء هم أصدقاؤك على درجات أصدقاؤك ثلاثة صديقك صديقك المباشر وصديق صديقك وعدو عدوك وأما أعداؤك أعداؤك ثلاثة هكذا هكذا يقول أمير المؤمنين أعداؤك ثلاثة عدوك عدوك المباشر الذي تعرفه عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك هؤلاء هم أعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك وصديق العترة يقول صديق عدو علي عدو علي وفقا لهذه الموازين فإن البراءة العقائدية لابد أن تتحقق على أرض الواقع وكل صديق بحسب منزلته وكل عدو بحسب منزلته هذه ثقافة العترة الطاهرة آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم الزيارة تفصل في أصناف أعدائهم لكن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب الحد الثالث الحد الثالث من حدود علاقتنا بإمام زماننا لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان فإنني قرأت الزيارة الجامعة الكبيرة من هذا الكتاب هذا هو دعاء الندبة الزيارة الجامعة الكبيرة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه أما دعاء الندبة فهو مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمام زماننا أيضا وإنما تتكرر رواية الأدعية عن المعصومين لأجل أن يبين لنا أهمية هذه الأدعية هذه الجملة التي طالما أرددها وهي تمثل قلب دعاء الندبة حينما نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الأولياء يتوجهون إليه غيرهم حتى لو قالوا نحن شيعة مثل ما يقول البتريون فهم أعداؤه كيف ذلك الدعاء يبين هذا المعنى قبل هذه الجملة نحن نخاطب الإمام الحج فنقول أين معز الأولياء ومذل الأعداء وبعد ذلك تأتي هذه العبارة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الذين لا يتوجهون إليه هم الأعداء البتريون حتى لو قالوا من أنهم شيعة لأهل محمد فهم أعداء صاحب الزمان لأن دينهم لا يبتني على هذه الحقائق ولأن حدود علاقتهم بإمام زماننا ما هي هذه الحدود التي أحدثكم عنها إنها حدود علم الكلام وعلم الكلام علم ناصبي منطقه ناصبي مصطلحاته ناصبية حدوده ناصبية أين معز الأولياء ومذل الأعداء هناك الأولياء وهناك الأعداء الأولياء ما هي ميزتهم الدعاء يبين لنا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هؤلاء هم الأولياء غيرهم الأعداء بحسب الدعاء الشريف نفسه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو الذي يحدثنا القرآن عنه في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله فهناك وجه الله بحسب أحاديثهم التفسير عن أمير المؤمنين الرواية في كتاب الاحتجاج للطبرسي أمير المؤمنين فسر هذه الآية وبشكل خاص فسر وجه الله في هذه الآية بإمام زماننا بقائم آل محمد ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله وجه الله هو القائم المهدي فأينما تول فثم وجه الله هذا الكلام إن أريد به المعنى الحقيقي لمقام الإمام المعصوم فهذا ينطبق عليهم جميعا على محمد وآل محمد على سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة وبعد ذلك الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم لكن إذا كان الكلام في مقام من مقامات وجه الله حينما نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم ومن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيصل فيضه ولطفه وعدله إلى كل جهة من جهات عوالم الغيب والشهادة فإن الآية في مجرا من مجاريها تشير إلى هذا المعنى وعلى أي حال فإن وجه الله الحقيقي محمد وآل محمد والذي بين أظهرنا هو إمام زماننا الحجة بن الحسن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في كل حال من الأحوال أينما يولون وجوههم فإنهم يتوجهون إليه ما جاء من كلام في دعاء الندبة الشريف ينطبق انطباقا كاملا على هذه الآية أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يتوجهون إليه في كل زمان في كل مكان في كل نية في كل حالة من حالات وجدانهم في يقوتهم في منامهم في أرضهم في سمائهم في كل شأن من شؤونهم في ظواهرهم وبواطنهم في عقولهم في أفئدتهم في قلوبهم في وجدانهم في مشاعرهم في أحاسيسهم في عواطفهم في ألفاظهم في كلماتهم في صلواتهم في صيامهم في حجهم في سائر عباداتهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله نذهب إلى فاصل أقرأ أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في صفحة الثامنة بعد المئتين إنه الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن زرارته عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمات التي طالما أرددها وطالما تسمعونها مني هذا هو الحد الرابع من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قطعا الكلام بنحو التقريب ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ذروة الأمر وسنامه هذه الكلمات جمعت كل شيء فإذا أردت أن أشرحها فلابد أن أستعين بكل شيء على شرحها ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته المعرفة أولا المعرفة أولا وبعد ذلك تأتي الطاعة وهذا هو الذي تسمعونه مني دائما من أن جواز النجاح جواز المرور جواز النجاة العقيدة السليمة إن كان هذا في الدنيا أو كان هذا عند الموت أو كان هذا ما بعد الموت أو كان هذا في الرجعة إن وفقنا لذلك أو كان هذا في القيامة الكبرى العقيدة السليمة وهذه الكلمات جمعت لنا العقيدة السليمة كلها ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته وهذا هو الحد الخامس وهو تطبيق لهذا المضمون تطبيق عملي لهذا المضمون إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثاني والثمانون عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أنصار قائم آل محمد فيقول عن مجموعة منهم له كنز بالطالقان منطقة جغرافية هناك مكان في أفغانستان يقال له الطالقان إلى يومنا هذا وهناك أكثر من مكان في إيران يقال له الطالقان في الأزمنة القديمة وفي زماننا بحسب القرائن بحسب القرائن المتوفرة فإن المرادة من الطالقان هنا الطالقان التي تقع شمال إيران في إيران له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة إنهم رجال ما قيمة الذهب والفضة يكون تحت أقدامهم له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة وراية لم تنشر منذ طوية ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لأزالوها همم عالية همم عالية لو حملوا على الجبال لأزالوها لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها إنها بلاد الأعادي كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يحيطون به ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم وهذا هو أجمل أوصافهم كل الأوصاف المتقدمة جميلة وجميلة جدا وراقية وراقية جدا وحتى هذا التعبير ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحرب جميل وجميل جدا لكن الإمام هنا هنا يتحدث عن صفة تكون سيدة بالقياس إلى كل الصفات التي تقدمت ويكفونه ما يريد فيهم وهذه هي السالمية لإمام زمانهم ويكفونه ما يريد فيهم لأن الإمام سيكون مطمئن هذه التعابير قاصرة الإمام محيط بكل الأشياء ولكن كيف أبين المعاني إنها اللغة القاصرة والتي أشرت إليها قبل قليل من أنها زنزانة زنزانة ويكفونه ما يريد فيهم الإمام يكون مطمئنا لهم أن لا يعبث بأنفسهم وأن لا يعبث بالآخرين وأن لا يعبث بدين محمد وأهل محمد إذا كانوا لا يعبثون بأنفسهم ولا يعبثون بالآخرين ولا يعبثون بدين محمد وأهل محمد فإن الوصف هذا ينطبق عليهم ويكفونه ما يريد فيهم إنها السالمية لإمام زمانهم رجال رجال يستمر حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رجال رجال لا ينامون الليل لهم دوي دوي في صلاتهم كدوي نحل يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار كل هذا مقدمة لهذا الوصف هم أطوع له من الأمة لسيدها هم أطوع له من الأمة لسيدها واختار الإمام الصادق الأمة ولم يقل العبد لأن الأمة في غالب الأحوال تحب سيدها وأما العبد في غالب الأحوال لا يكون مخلصا تمام الإخلاص لسيده فهو يعيش التذمر دائما يريد الخلاص من العبودية بحسب واقع الحياة والظروف الاجتماعية هناك فارق في التعامل مع العبودية مع العبيد من دون من دون حب من دون حب لهذه الطاعة أما الأمة فإنها تكون محبة لهذه الطاعة فرحة بهذه الطاعة مسرعة أن تقدم الطاعة لسيدها هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح كالمصابيح يشرقون يشرقون جلالا يشرقون فرحا يشرقون طاعة يضيئون تسليما ومودة في أفنية الخدمة لإمام زمانهم كالمصابيح كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين يا حسين يا حسين هذا الاسم الجميل وهذا النغم العقائدي البهيج حسين حسين هذا الذي تنماث القلوب عند ذكره حسين هذا أحب الله من أحب حسين حسين هذا هو الذي يذوب قلب محمد معه وهو يقول له حسين مني هذه الكلمات إذا ما تدبرنا فيها فإننا نجد فيها قلب محمد مذابا ما بين حروفها حسين مني حسين مني وأنا من حسين إن قلب محمد ذائب فيما بين هذه الحروف حسين مني وأنا من حسين 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 ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرساله هكذا يأتوهم من كل بقاع العالم يمشون إلى المولى إرساله إنهم يأتون بكل نيتهم الصادقة وبكل صفائهم ونقائهم يمشون إرساله من دون عقد نفسية من دون غايات دنيوية من دون النظر إلى هذا الأمر التافه أو ذاك الأمر الذي لا قيمة له ولا أولوية له إنهم يتحركون تحت هذا العنوان العبد وما في يده لمولاه يمشون إلى المولى إرسال بهم ينصر الله إمام الحق ذروة الوصف في هذا الحديث إمامنا الصادق يقول كأن قلوبهم القناديل هذا هو الحد الخامس من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإلى الحد السادس الذي يبين لنا ما قاله إمامنا الصادق من أن قلوبهم قناديل هذه القلوب المضيئة بماذا أضاءت هذه القلوب المنيرة ما هي الطاقة التي أنارتها ألا شوقا إلى قلوبكم القناديل إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من المصدر نفسه الذي أشرت إليه فيما تقدم من هذه الحلقة في الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الأول من الباب الذي عنوانه أن الأئمة نور الله عز وجل الحديث الأول عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل وإنني وإنني أنظر إلى الوقت قد انقضى الكثير من سأذهب إلى الجهة المباشرة لحديثي أقططفها من هذا الحديث المنير إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لأبي خالد الكابلي والله والله والإمام يقسم لا لأجل أن نصدقه وإنما لأجل أن يلفت أنظارنا لأهمية الموضوع والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار هذا هو سر القلوب القناديل هذه القلوب ليس فيها إلا إمامهم تلك القلوب القناديل أضيئت بهذه الطاقة الطاقة التي نشرت النور فيها وبعثت الضوء المشرق في جنباتها هي هذه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبي خالد والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار الرواية طويلة ومهمة جدا تجدونها بكامل شرحها في برامج التي تبث على هذه الشاشة وتتوفر كذلك على الشبكة العنكبوتية هذا هو الحد السادس من حدود علاقتنا بإمام زماننا الحد السابع الزبدة من كل تلك الحدود الحد السابع هو حد الحدود إنها قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتي رواها النعماني في غيبته حينما سأله سألوا الإمام الصادق هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته ولو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي نحن هنا نشير إلى أيام حياة إمامنا الصادق هل نعرف قيمتها نحن لا نعرف قيمة حياة إمامنا الصادق ما نعرفه عن قيمتها فهو بحسبنا إننا نعرف مقام إمامنا الصادق ووفقا لمعرفة مقام إمامنا الصادق نشخص قيمة حياته معرفتنا لا قيمة لا هذه معرفة بحسبنا الإمام الصادق يتحدث عن حياة هو هو نفسه يعرف قيمتها فماذا نستطيع أن نتصور من كل ذلك الذي نستطيع أن نتصوره أننا لا شيء أننا لا شيء أننا لا شيء حينما يكون الكلام في سوق الحقيقة في فناء محمد وآل محمد إننا لا شيء إننا لا شيء لا قيمة لنا في سوق الحقيقة في فناء آل محمد كل الذي نقدمه في أفنية خدمتهم لا قيمة له هم الذين يسبغون يسبغون عليه القيمة وهم الذين يضيفون إليه المنفعة إن كنا ننتفع من ذلك الزبدة هي هذه لو أدركته لخدمته أيام حياتي وهذا الإدراك يكون إدراكا للزمان من لحظة ولادة إمام زماننا إلى آخر لحظة في مرحلة الظهور المهدوي كل هذا الزمان يكون موضعا لهذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركته لخدمته لخدمته أيام حياتي نذهب إلى فاصل أعتقد أنني قد شخصت حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور شخصت حدود العلاقة من كلماتهم من حديثهم ما جئت بشيء من عندي نفسي إنها كلماتهم أحاديثهم رواياتهم زياراتهم أدعيتهم الشريفة وكان الكلام قطعا في مستوى المقاربة في مستوى التقريب لزال حديثنا يتواصل في منظومة العلاقات الفائقة في زمن مرحلة الظهور المهدوي مر الكلام عن علاقتنا بالزهراء وها هو كلامنا عن علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله على الزهراء وآل الزهراء صلوات على إمام زماننا ورحمة من الله وبركات ثالثا العلاقة مع شيعة صاحب الزمان العلاقة مع المؤمنين مر كثير من الكلام بهذا الخصوص في العناوين المتقدمة لكنني سأشير إشارات سريعة ومن الروايات الشريفة كي أنتقل إلى عنوان آخر هذا هو كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلام قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والعشرين عن بريد العجلي من أصحاب الأئمة المعروفين قيل لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه إن أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك إنهم يشيرون إلى أن الشيعة في الكوفة في غاية الاستعداد لمواجهة الأمويين يشيرون إلى هذا المعنى وهذا الكلام كان يتردد كثيرا على ألسنة الشيعة حينما يزورون أئمتنا في المدينة إن أصحابنا بالكوفة في العراق جماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك فقال الإمام الباقر يقول لهم يجيء أحدهم إلى كيس أخيه إلى كيس أخيه إلى كيس أمواله إلى حيث تكون أمواله يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته فقال لا قال فهم بدمائهم أبخل ثم قال إن الناس في هدنة إنها إنها الهدنة المستمرة إلى زمن الظهور الشريف إن الناس في هدنة الكتاب هذا كتاب إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم وربما إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم ويقيم عليهم الحدود وتؤدى أماناتهم حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة المزايلة لا معنى لها هنا وإنما في رواياتنا وأحاديثنا في المصادر الأخرى المزاملة حتى إذا قام القائم جاءت المزاملة والمزاملة هي هذه يأتي الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته لا يمنعه صاحب الكيس لا يمنعه وهو يأخذ مقدار حاجته هذه هي المزاملة المزاملة التي ستكون حدا من حدود العلاقة فيما بين المؤمنين زمن الظهور كل البيانات هذه على نحو المقاربة لأن الأئمة يتحدثون وفقا للأزمنة التي كانوا يعيشون فيها ووفقا لتلك الثقافات والأعراف التي كانت تحيط بهم قيل لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه إن أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك فقال يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته فقال لا قال فهم بدمائهم أبخل ثم قال إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم ويقيم عليهم الحدود وتؤدى أماناتهم حتى إذا قام القائم جاءت المزاملة ويأتي الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته لا يمنع ومر علينا في الحلقات الماضية ما هو يمثل حدا من حدود العلاقة بين المؤمنين إنني أقرأ عليكم من كتاب الاعتقادات للصدوق المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه صفحة مية وثلاثة عن إمامنا الصادق صلوات وسلام على صادق العترة إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأضلة ولم يورث الأخ من الولادة هذا ما هو بمستغرب في الأحكام التي ننفذها في عصر الغيبة الآن فإن الكفر مانع من موانع الميراث فحينما لا يكون الأخ من الأب والأم بمستوى إيمان أخيه المؤمن فإن ذلك سيكون حاجباً له بحسب زمان الظهور مثلما الكفر في زمان الغيبة يكون حاجباً للميراث الكفر عدم الإيمان في زمان الظهور سيكون الحديث عن الدرجات الضعيفة من الإيمان ما هو هذا يجري الآن وهذا تقريب للموضوع الحكاية ليست كذلك الحكاية أعمق من هذا المعنى مثل ما جاء في الرواية عن إمامنا الصادق أيضاً صلوات الله عليه أقرأ عليكم من كتاب فضائل الشيعة للصدوق إنه الحديث الحادي والعشرون من أحاديث الكتاب بسنده بسند الصدق عن معاوية الدهن قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه جعلت في داك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره قال وما هو قلت إن المؤمن ينظر بنور الله فقال يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة هذا في أصل الحقيقة أما الذي يجري في الدنيا فالوالدان هنا مجاري مجاري في عالم الدنيا هذه المجاري قد تكون منسجمة مع المجاري في عالم الملكوت وحينئذ فهذا الوالد حقيقي والأم حقيقية وقد يكون الأمر ليس كذلك هذا موضوع فيه تفصيل كثير فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه تلاحظون أن الأحاديث تضع لنا حدودا في العلاقة مع المؤمنين مثلما جاء الكلام عن التوريث ومثلما جاء الكلام عن المزاملة ومرت المضامين علينا في الأحاديث المتقدمة في الحلقات الماضية تصب في هذا المجرى لكن المقام لا يعين على تكرارها دائما نذهب إلى فاصل مر الكلام مر الكلام إذن عن علاقتنا بالزهراء صلوات الله عليها وعن علاقتنا بإمام زماننا الحجة بن الحسن ومر الكلام عن علاقتنا بشيعته بأوليائه عن علاقتنا بالمؤمنين كل شيء سيتغير كل شيء سيتبدل المعطيات المتوفرة لدينا ليست كاملة هذه المعطيات تنقل لنا نماذج من المجريات التي ستجري هذه المعطيات تشير إشارات مقتضبة لحجم التغير الهائل العظيم من هنا عنونت المسار الثاني الذي نحن بصدده في هذه الحلقات مسار التغيير العظيم سأنتقل الآن للحديث عن الملائكة فعلاقة مع الزهراء وعلاقة مع قائم آل محمد وعلاقة مع المؤمنين وعلاقة مع الملائكة وهذه الرواية مرت علينا وهي رواية مهمة جدا إنني أقرأها عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبر الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الرابعة والخمسين بعد الأربع مئة إنه الحديث الثامن والثلاثون عن محمد ابن فضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله ليس المراد أن يحمله على ظهره وإنما ينقله عبر الوسائل المتاحة في ذلك الوقت فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه الملائكة هم الذين يختارونه والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة ومنهم من المؤمنين من يصيره القائم قاضيا بين مئة ألف من الملائكة إذن علاقتنا مع الملائكة ستكون مختلفة بدرجة بدرجة مئة بالمئة عن علاقتنا بالملائكة ونحن في زمان الغيب هذه علاقة جديدة إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين هناك تواصل اجتماعي فيما بين الاثنين فيما بين المؤمنين والملائكة والجلوس معهم في مجالسهم فإذا أراد واحد من المؤمنين حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله فإن الملائكة يكونون في خدمة المؤمنين مع علاقة مباشرة يتحدثون معهم يأمرونهم فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرد ومن المؤمنين من يسير في السحاب والسحاب هي الوسائل النقلية الفضائية ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومر الكلام في هذا ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة يمتلك قدرات لا تمتلكها الملائكة ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه هو معروف بينهم بالعلم والفهم والفقه والصلاح لذا يلجأون إليه ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة ومنهم من يصيره القائم قاضياً بين مئة ألف من الملائكة العلاقة مع الجن مع دواب السماء مع الشعوب والأمم في هذا الفضاء الواسع القرآن وضع عنواناً لهم دواب السماء علاقتنا مع الجن يمكن أن تكون علاقتنا مع الجن بنحو إجمالي كعلاقتنا مع المؤمنين الإنس لكنني وضعت العناوين هكذا العلاقة مع الزهراء العلاقة مع صاحب الأمر العلاقة مع المؤمنين العلاقة مع الملائكة العلاقة مع الجن ودواب السماء والحيوانات بكل أشكالها والنباتات والجمادات العلاقة مع الجن ودواب السماء والحيوانات والنباتات والنباتات والجمادات ما سأقرأه عليكم من كلمات المعصومين يمكننا أن نشخص من خلالها حدود العلاقة مع كل هؤلاء الذين ذكرتهم لا زلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه من دلائل الإمامة للطبري الإمامي إنها الصفحة الثانية والستون بعد الأربعمئة الحديث السابع والأربعون عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء يأمره يأمره فهو لا يصطاده لأن عملية الإصطياد فيها شيء من الإيذاء وقد يكون الإيذاء في بعض الأحيان شديدا في عمليات الإصطياد إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء يأمره يأمره فيكون في طاعته استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له إحيا بإذن الله فيحيا ويطير وكذلك الضباء من الصحاري هذه نماذج فإن علاقة الإنسان بالحيوانات بالحيوانات التي تأكل وبالحيوانات التي لا تأكل العلاقة ستكون مختلفة جدا لأن السباعة ستصطلح فيما بينها وستصطلح مع الإنسان ومر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الأطفال يلعبون بالحيات والعقارب وليس هناك من أذن عليهم إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له إحيا بإذن الله فيحيا ويطير وكذلك الضباء من الصحاري ويكون ضوء البلاد نوره نحن هنا نتحدث عن جمادات فإن الشمس من الجمادات وإن القمر من الجمادات ويكون ضوء البلاد نوره نور الإمام ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر ولا يكون على وجه الأرض مؤذن مؤذن من الجن مؤذن من الحيوانات مؤذن من النباتات مؤذن من الجمادات مثل ما قلت لكم هذه الروايات تحدثنا عن حدود العلاقة مع كل هذه العناوين ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم وهنا يكون الكلام شاملا لدواب بالسماء للكائنات والمخلوقات التي ستكون على تواصل مع الأرض ومع الآدميين في الزمن المهدوي العاطر ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية الدولة ما هي بدولة أرضية إنها دولة السماء والأرض إنها دولة الغيب والشهادة إنها دولة الملأين الملأ الأعلى والملأ الأسفل لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية ولا يكون للشيطان فيها وسوسة لأن إبليس قد ذبح قد تعطل البرنامج الإبليسي إلى أبعد حات جففت منابعه مثلما مر الكلام علينا ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا حسد فهنا تتوقف ألاعيب الجن وتتغير علاقة الإنسان تغيرا واضحا مع الجن ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا عمل سحري ولا حسد ولا شيء من الفساد ولا تشوك الأرض والشجار هذه النباتات والجمادات حتى الصخور لن تكون جارحة لن تكون مدببة مؤذية ولا تشوك الأرض كيف تشوك الأرض حينما تكون التضاريس الأرضية مؤذية جارحة مؤلمة حادة مدببة ولا تشوك الأرض والشجر وتبقى زروع الأرض قائمة كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله وإن الرجل ليكسب نهو الثوب وهذا أيضا جماد من الجمادات ليكسب نهو الثوب فيطول معه كل ما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأن أخذ كلها فيأخذه ويقتله تلاحظون أن كل شيء اختلفت علاقته مع الإنسان الجمادات تكلمنا الحيوانات علاقتها اختلفت معنا بالكامل النباتات كذلك ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه والهيكل البدن ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم هذه صلة المؤمنين بعالم الغيب يوحى إليهم ويحيون الموتى بإذن الله وهذه علاقة المؤمنين بالموتى تلاحظون أن كل شيء تتبدل شؤونه وأن حدود العلاقة تكون مختلفة جدا عن حدودها كما في زماننا الآن وهذا هو الذي قصدته من أن منظومة العلاقات الفائقة تمثل روحا الصورة الفائقة لمرحلة الظهور هذه الرواية مرت علينا قرأتها عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الحادية والسبعين بعد الأربع مئة إنه الحديث السادس والعشرون بسنده بسند الصدوق عن جابر بن يزيد إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمام الباقري صلوات الله عليه كأني كأني بأصحاب القائم عليه السلام وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع له فليس من شيء إلا وهو مطيع له من الحيوانات والنباتات والجمادات وحتى من سائر المخلوقات الأخرى من الملائكة أو من الجن أو من دواب السماء قطعا هذا الكلام سيكون مختلفا بحسب مقاماتهم بحسب مقامات أصحاب القائم صلوات الله عليه فليس من شيء إلا وهو مطيع له حتى سباع الأرض وسباع الطير سباع الأرض إنها الحيوانات البرية المتوحشة حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم كل الأحاديث كل الروايات التي قرأتها عليكم في العناوين التي ترتبط بالصورة الفائقة لمرحلة الظهور كل هذه الروايات جاءت باللسان المدارات أولا وباللسان المقاربة والتقريب ثانيا ومع ذلك فإنها نقلت لنا صورة عجيبة وكشفت لنا أسرارا غريبة وبينت وبيّنت لنا ملامح نحن لا نعرف عنها شيئا في زماننا ولا في الأزمنة السابقة هناك كثير من المضامين استطعنا أن نفهمها من خلال ما وصلت إليه الحضارة اليوم في الأزمنة الماضية لا يستطيعون أن يتصور هذه المضامين نحن في زماننا يمكننا أن نستعين بما هو موجود في حياتنا اليوم في واقعنا اليوم من التكنولوجيا والوسائل والتجهيزات المختلفة من خلال تصورنا لها نستطيع أن نتصور المضامين التي تحدثت عنها الروايات والأحاديث الشريفة أعتقد أن العنوان الأخير صار واضحا منظومة العلاقات الفائقة إنها علاقة مع الزهراء وعلاقة مع قائم آل محمد وعلاقة مع المؤمنين مع أولياء محمد وآل محمد وعلاقة مع الملائكة وعلاقة مع الجن ودواب بالسماء علاقة مع الحيوانات والنباتات والجمادات هذه الروايات تصور لنا الجمادات كأنها كائنات حية تفهمنا ونفهمها تتواصل معنا ونتواصل معها كل شيء سيتغير باتجاه الصورة الفائقة بهذا يكتمل كلامي في الصورة الفائقة لمرحلة الظهور وقد تم الحديث في العناوين التالية القيادة الفائقة البرنامج الفائق الطبيعة الفائقة الرجال والنساء الفائقون التقنيات التقنيات الفائقة الحياة الفائقة منظومة العلاقات الفائقة نلتقي نلتقي غدا والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله